الموضوع السابع وزن المعدلة الكيميائية الأهداف يرجى في ناية الموضوع أن يكون الطالب قادراً على أنه يعرف مفهوم المعدلة الكيميائية ويحلل عناصرها يقارن بين أنواع المختلفة للتفاعلات الكيميائية مع التمثيل المشاط سؤال يدور حول ماذا يقصد بالمعدلة الكيميائية وما هي عناصرها المعدلة الكيميائية هي تعبير كمي وكيف تعبير كمي وكيف عن إيه؟ التغير الحادث أثناء التفاعل الكيميائي المعدلة الكيميائية تعبير كمي وكيف تعبير كمي وكيف عن التغيرات أو التغير الحادث أثناء التفاعل الكيميائي شكلها مواد متفاعلة مواد نتجة بينهم سهم يشير لاتجاه التفاعل فوق السهم يكتب شروط التفاعل وزن المعدة الكيميائية يقصد وزن المعدة الكيميائية أن يكون عدد الزرات الداخلة في التفاعل يساوي عدد الزرات النتجة من التفاعل طيب شروط وزن المعدة الكيميائية أول شرط كتابة الصيغة الجزيئية للمواد الداخلة والنتجة من التفاعل بشكل صحيح يبقى أن الكاتب المعدلة بشكل رموز العناصر والمركبات الداخلة في التفاعل مكتوبة بشكل صحيح الشرط الثاني مساوات عدد الزررات للمواد الداخلة في التفاعل والمواد النتيجة من التفاعل يبقى في شرطين عشان عمل وزن المعدة الكيميائية أكتوب المعدلة بشكل صحيح 2 عدد الزرات للمواد الداخلة في التفاعل يج logit أن يساوي عدل الزرات المواد الناتجة من التفاعل ناخد أمثيل على كده عندي معادلة KCL أسرية سهم نتج منها KCL زائد O2 محتاج نوزن هذه المعادلة نبدأ نشوف كده عندي كم زر من الكلسم دخل في التفاعل واحد خرق كم واحد كلسم موزون ومزبوط كم زر من القرور دخل في التفاعل CL دخل واحد نتج كام واحد موزون الاكسوجين دخل كام تلاتة طلع اتنين طب ازاي نوزنها يبقى هنضيف اتنين قبل KCL أسرية ونضيف اتنين قبل KCL ونضيف قبل O2 تلاتة ونشوف كده كم زر من القرور دخلت اتنين قرقت كام اتنين تمام كم زر من القرور دخل في التفاعل اتنين كم خرقت اتنين مزبوط كم الاكسوجين دخل الاكسوجين اتنين ضرب ثلاثة ستة كم خرق اتنين ضرب ثلاثة ستة يوم المعادلة اتوزنك كده بإضافة اتنين قبل المواد المتفاعلة اللي هي الكيسيل لأسري وإضافة اتنين قبل الكيسيل في النواتج وثلاثة قبل الاكسوجين طيب نقوم المعادلة تاني ف اي زائد اتشو او نتج ف اي سري او فور زائد اتشو اتشو نجي نوزن المعادلة كم زر من الف اي دخله اتنين خرق كم ثلاثة يبقى ثلاثة ف اي واربع قبل المي باربع اتشو او نتج كم ف اي سري او فور زائد اربع قبل الاتشو ونجي نوزن كده دلوقتي كم من الحالي الدخل ثلاثة نتج كم ثلاثة موزون كم من الهيدروجين داخل اربع ضرب اثنين تمانية نتج كم اربع ضرب اثنين تمانية موزون كم من الوكسوجين اربعة في المتفاعلات نتج كم اربعة يبقى المعادلة موزونة نشاط ثاني ماذا يقصد بالعامل الحفاظ ايه هو العامل الحفاظ تعرفوا ايه العامل الحفاظ مواد تضاف للتفاعل الكيميائي ايه الهدف من اضافتها تسريع التفاعل ولكنه لا يشترك فيه ويكتب على سهم اتجاه التفاعل العامل الحفاظ مواد تضاف للتفاعل الكيميائي هدفها تسريع التفاعل ولكنه لا تشارك فيه بيكتب فين على سهم التفاعل نجد ناخد مثال كده N2 زائد 3H2 سهم التفاعل في حرارة والعامل الحفاظ بتاع المين FE نتج 2NH3 لاحظ ان FE يمثل العامل الحفاظ ورمز المسلس هذا يشير للتسخين سؤال ثاني ماذا يقصد بالتفاعل الانعكاسي ما هو التفاعل الانعكاسي التفاعل الانعكاسي يقصد به ان التفاعل الكيميائي يسير في الاتجاهين حيث تتكون النواتج والتي تتفاعل مع بعضها مرة أخرى وتكون المواد الداخلة من التفاعل بمعنى آخر المواد المتفاعلة تتفاعل مع بعضها وتنتج نواتج هذه النواتج تتفاعل مرة أخرى مع بعضها وتخرج لنا المواد الداخلة مثال على ذلك تفاعل الهيدروجين مع اليود لتكوين يوديد الهيدروجين H2 غاز زائد I2 غاز هيديني 2HI غاز الهيدروجين ليس ثابت ولكنه يتحلل ويقصر ثاني مرة ثاني لمين إلا الهيدروجين واليود هذا اسم تفاعل الانعكاسي وهذا السهم يشير لتفاعل الانعكاسي لورا صليتين يشير لاتجاه الانعكاسي اكتب تقريرا يتضمن ما تعلمت من هذا الموضوع